موسيقى 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 حياكم الله حين يصبح الوطن بحجم الكفن تحضر أحاديث المناطق الآمنة وكل له منها غاية وهدف فالسوريون يبحثون عن قطعة في وطنهم أرضها وسماؤها طاهرة من موت مدجج بأسلحة مختلفة يبحثون عن مسكن للآلام حتى لو لم يكن غنيا بالآمال يبحثون عن غريب يحميهم من قريب يقتلهم وللغريب غاياته ومصالحه أيضا الرئيس الأمريكي يريد إنشاء منطقة آمنة بتمويل خليجي والمال وحده لا يكفي لإنشاء منطقة بلا نار هنا يأتي دور المنفذين من الشمال تركيا وربما من الجنوب الأردن وما بين الشمال والجنوب أوراق تبعت في بريد محلي اختلطت فيه رسائل الساسة والعسل في ملفنا الثاني ترامب لا يسعى لإبقاء اللاجئين السوريين في أرضهم فقط بل يسعى لإخراج المهاجرين من بلاده يقال أنه أبدل الحضر بالطرد محاولة التفافية جديدة على قرارات القضاء يسعى عبرها لطرد آلاف المهاجرين تغيب قائمة المستهدفين في القرارات المنتظر وإذا ما كان السوريون جزءا منها أم لا على كل الحديثات المهاجرين وتفاصيل دول الخليج ستتحمل تكلفة إنشائها وكان الرئيس التركي قد أجرى قبل أيام جولة في عدة دول خليجية أكد فيها من أن هناك نية لبلاده بإنشاء منطقة آمنة وتوزيع عملية درع الفرات باتجاه منبج والرقة بعض الباب تفاصيل هذه المنطقة وأين يمكن أن تقام في ظل الحراك الإقليمي والدولي الراهن في تقرير لمحمد الدخيم المناطق الأمنة في سوريا ازدادت فرص إنشائها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة التي أوصى رئيسها دونالد ترامب وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة للمنطقة الأمنة في غضون تسعين يوما تمر الأيام وتبدأ تحركات الأمريكية في المنطقة يجدد ترامب تعهده بإقامة مناطق آمنة كي لا يضطر اللاجئون لمغادرة بلادهم مشيرا إلى أن دول الخليج ستتحمل تكليفتها أما أداة التنفيذ فستتم عبر دول أخرى كما يرى متابعون وهذا يعطي للمسألة بعدا عسكريا حيث أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولته الخليجية قبل أيام والتي شملت السعودية وقطر والبحرين أكد سعي بلاده لإنشاء منطقة آمنة بمساحة خمسة ألاف كيلو متر مربعة وبتوسيع عملية درع الفرات لتشمل الرقة ومنبج بعد مدينة الباب ما يتطلب تنسيقا تركيا أمريكيا نظرا لاستمرار الخلاف حول دور ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تختبئ خلف رايتها ميليشيا الوحدات الكردية فضلا عن المعارضة الروسية للمنطقة الأمنة وطبيعة التوافقات والصفقات المحتملة بين أمريكا وروسيا وتركيا في الشمال السوري التعقيدات الموجودة في الشمال تقل قليلا في الجنوب السورية وخيار المنطقة الأمنة قد يطبق من جهة الأردن أيضا حيث ناقش الرئيس الأمريكي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائهم الأول قبل أسابيع إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا ليتبع ذلك اللقاء إطلاق معركة في درع البلد أثارت تساؤلات حول توقيتها في ظل أحاديث الهدن ومحادثات أستانة التي انضمت إليها الأردن فجأة بصفة مراقب وفيما تبدو المناطق الأمنة علاجا دائما للغرب من موجات الهجرة فإنها تبدو للسوريين علاجا مسكنا لآلامهم لا أكثر يقططع المجتمع الدولي جزءا صغيرا من وطنهم كمكان آمن لهم فيما يبقى الجزء الأكبر منه غارقا بدوامات سياسية وعسكرية بعيدة عن أي نهاية سأناقش هذا الملف معضي في أبدأ بالدكتور رضوان زيادة بدور المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ضيفي من واشنطن مسأل الخير دكتور رضوان والخارج قبل قليل سيادة اليواء دكتور فايز لدويري الخبير العسكر والاستراتيجي ضيفي من عمان وسينطولين المستشار السالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ضيفي من الرياض أهلا بكم ضيوفي ألا كارم سأبدأ معك دكتور رضوان زيادة وأنت في واشنطن على ما يبدو بأن على عهد ترامب حضوظ المناطق الآمنة كما جاء في التقرير أكثر بكثير لكن السؤال الأهم هل مزالت هذه قرارات ستنفذ أم هي بلون اختبار يعني على ما يبدو أن ترامب التزم بالكثير من التعهدات التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية وهذا التعهد كرره الآن البارحة في تقريبا المظاهر أو الرالي التي عقده في فلوريدا وبالتالي على ما يبدو جديا تماما في هذا التعهد وأن هناك اتصالات بين ترامب ودول الخليج وبين التركية التي على ما يبدو هي الدينامو الرئيسي في جمع الأموال الضرورية وفي التنفيذ العسكري لكن ما لا نستطيع معرفته إلى الآن ما هو طبيعة الفهم القانوني والعسكري والسياسي للمنطقة الآمنة في ذهن ترامب وبالتالي هو ما زال يكرر هذه العبارة لكن لا نجد هناك تقريبا شرحا سياسيا وعسكريا أو قانونيا لها هل سوف يذهب إلى مجلس الأمن من أجل أخذ قرار بهذا الموضوع من أنه سوف يتجاوز مجلس الأمن على المستوى العسكري هل سوف تكون هناك قوات أمريكية على الأرض من أجل فرض هذه المنطقة الآمنة وحماية المدنيين الذين يلجئوا إلى هذه المناطق لكن بكل الأحوال أعتقد أن هذا مؤشر إيجابي على الأقل أن ترامب يدعم هذه الفكرة التي تردد أوباما ولم يلفظها على مدى ست سنوات دعنا طرحت سؤال جدا مهم دكتور ردوان وهو الفهم القانوني والعسكري للمنطقة الآمنة سيادة لواء مساء الخير بالبداية سيادة لواء السؤال الأهم عند إقامة منطقة آمنة والحالة السورية واضحة ما هو المطلوب هناك تعقيدات كثيرة هل فعلا هناك سهولة في إقامة مناطق آمنة أم لا هو من حيث المبدأ بالأساس يجب أن تكون منتحد مظلة الأمم المتحدة نعم وبموافقة أطراف السراء هذا من حيث البعد القانوني لهذا السبب عندما تحدث الرئيس ترامب في المرة الأولى وكان كلامه ضبابيا حيث تحدث عن مناطق آمنة في سوريا أو في دول الجوار لإقامة دائمة أو مؤقتة روسيا تحفظت على ذلك ثم عادت وقالت يمكن بحث هذا العمر بعد التأكد من حصول مظلة أممية وموافقة النظام السوري إذن من حيث المبدأ إذا أرادوا إنشاء المنطقة الآمنة وفقا للشروط الدولية فبالتالي يجب أن يكون بمظلة أممية وهنا مجلس الأمن والفيتو الروسي الذي سيكون سيف يشهر ما لم يتم تلبية طلباتها إذن في البعد الدولي لن يتم إنجاز ذلك لكن إذا أرادت أمريكا أن تنشئ المنطقة الآمنة كذلك العقبة الروسية ولكن يمكن المقايضة هنا خارج مجلس الأمن وهي أكثر مرورة وقبولا وبالتالي يصبح البحث الآن رباعي إن لم يكن خماسي الأطراف بحيث يشمل تركيا يشمل روسيا يشمل أمريكا يشمل الأكراد لأنه في البداية كان هناك بعض الرؤى والاقتراحات أن تكون هناك عدة مناطق آمنة منطقة آمنة غرب الفرات منطقة آمنة شرق الفرات وعلى ود أذهب إلى ما تحدث عنه الموقع الإسرائيلي المشهور عندما قال منطقة تابعة لتركيا منطقة للأكراد منطقة لروسيا ومنطقة للأردن لكن على الأقل الآن الحديث عن منطقة غرب الفرات والمنطقة شرق الفرات الحديث عن منطقة شرق الفرات يقودنا مباشرة إلى تقديم تركيا خطتين عسكريتين لمعركة الرقة لماذا؟ لأن أحدهما تنطلق القوات من تل أبيض أي بمعنى آخر من شرق الفرات بمعنى أكثر توضيحا على قوات سوريا الديمقراطية أن تفتح ممرا بعرض 20 كيلومتر مما يقزم الوجود أو النفوذ الكردي لقوات سوريا الديمقراطية تحديدا في شرق الفرات فيما الخطة الثانية كانت تتحدث عن الباب مندج الرقة وبالتالي هنا خطتين عسكريتين لهما أهداف عسكرية وسياسية لكن الأكثر تأكيدا أن الرئيس التركي يصر على المنطقة خمسة آلاف كيلومتر مربع وهي تمتد من جرابلس إعزاز الباب منبج هذه المنطقة يفترض أن تكون منطقة آمنة الآن لها متطلبات عسكرية بغض النظر يعني دعنا لا نتحدث عن البنى التحتية نتحدث عن البعد العسكري الآن يجب أن تكون نوفلاي زون أي منطقة حضر طيران جوي نعم يجب أن تتوفر قوات أرضية يجب أن يتوفر مراقبين وهؤلاء القوات الأرضية تكون من الدولة التي فرضت أو الدول المتعاونة معها والمراقبين يجب أن يخضعوا لإشارة الأمم المتحدة إذن هناك العديد من الإجراءات العسكرية والإدارية اللازمة لإنجاح مشروع بهذا المستوى ماشي طيب من هذه النقاط دكتور رضوان نذهب إلى المنطقة الآمنة التي حدثت عنها تركيا كثيرا وإذا أخذنا حديث سيادة اللواء بأنه من جرابلو سعزاز الباب من بيج نلاحظ أن هنا قوات كردية هذه القوات الكردية هي رأس الحربة بالنسبة لوليات المتحدة الأمريكية التي حتى اللحظة تقوم بدعمها وهي مصنفة إرهابية لدى تركيا إذن إقامة منطقة آمنة في تلك المنطقة ربما سياسيا بل أكيد سياسيا لا يرضي الأتراك لذلك من الواضح أن إدارة ترامب غيرت السياسة التي كانت تقوم عليها إدارة أوباما وهي الاعتماد كليا على قوات سوريا الديمقراطية أو النسخة السورية من حزب العمال الكردستاني والتعاون بشكل أكبر مع تركيا أدركت الإدارة الأمريكية أن العلاقات الجيدة مع تركيا وأن تركيا طبعا ليست فقط جزء من الناتو وإنما جيشها قادر على فرض هذه الأمور بشكل أسرع وبشكل أكثر تأثيرا وسوف يخفف التكاليف على الولايات المتحدة مما إذا اعتمدت بشكل كلي على قوات سوريا الديمقراطية ولذلك على سبيل المثال وجدنا اليوم المبعوث الأمريكي لما يسمى قتال داعش الذي تم تثبيته في عهد إدارة ترامب غير لهجته تماما في مؤتمر ميونيخ عندما قال أن سوف نعتمد على تركيا بشكل كلي في محاربة داعش بالرغم أنه هو من دخل سوريا إلى مرتين والتقى مع قوات سوريا الديمقراطية وغير ذلك لذلك هناك تغير في المعادلات الجيوستراتيجية بشكل كلي وأعتقد أن أردغان وترامب يعملان بشكل جيد في هذا الإطار في التنسيق لكن المشكلة الرئيسية كما قلت أن الفهم القانوني والسياسي والعسكري للمناطق الآمنة بالنسبة لترامب ليس واضحا ولذلك ليست المسألة فقط أن نقول أن دول الخليسة سوف تدفع وأن تركيا سوف تنفذ هناك تداعيات عسكرية لا بد من تدمير كل الدفاعات الجوية لدى نظام الأسد وبالتالي لا بد من فرض حظر جوي جزئي فوق المناطق الآمنة وهذا يتطلب تقريبا تدخل عسكري أمريكي وبالنهاية يجب أن يكون هناك ربط بين المناطق الآمنة والحل السياسي يجب أن يكون هناك ربط رئيسي بين القضاء على داعش وبين الانتهاء من نظام الأسد نعلك دكتور أدوان تعلم تجيد من إتراب لن يرسل أي جندي أمريكي على الأرض السورية هذا تحدث به وهو ملتزم به نفس الحديث الذي تحدث به باراك أوباما لكن دعنا نستوضح ما هي السياسة الخليجية عن طريق المستشار سالم اليامي الكاتب لاحفة فلقاء دولية نضم إلينا الآن الرياض مساء الخير ساعة المستشار يعني باختصار إذا تحدثنا بأن القرار الأمريكي التنفيذ تركي التمويل الخليجي إلى أي حد من الممكن أن يكون هذا التمويل خليجيا خصوصا نشاهد زيارات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أخي الكريم وحييك وحيي يعني أسهادة ضيوف وحيي أيضا مشاهدي هذه القناة يعني مسنون ما فيه تقديري أنا أحترم الصيغة أو الأسلوب والذي تطرح به سؤالك ولكن أعتقد يعني إذا كان هناك مقاربة جديدة للحل في سوريا وإحدى هذه المقاربات وما سمعنا عنه بموضوع يعني الحضر في مناطق معينة في مناطق معينة من الموازية للحدود التركية في سوريا والسؤال الذي يثور حقيقة منذ أن قدمت إدارة سيد ترامب هو حول هذا الموضوع ومقارباته في من ينفذ وفي من يدفع يعني دعني أتكلم بما أعرفه عن مواقف الدول الخليجية فيما يتعلق بالأزمة السورية في دول الخليج أولا كانت هناك نظرة حقيقة تؤيد لمثل هذا المنحة بمعنى يعني خلق مناطق آمنة معينة تقلل من تدفق اللاجئين وتقلل من معاناة الناس السوريين الشيء الآخر إذا كان يعني السؤال دائما يتركز على قضية الدفع وإذا كان هذا الدفع حقيقة ونحن نعلم إلى الآن على الأقل لم تعلن أي دولة خليجية عن توجهها لهذا المسار ولكن كما نعرف أيضا من سياق الأحداث ومن اهتمام الجانب السعودي على وجه دقيقي يعني والجانب الخليجي العربي بشكل عام إن إذا كان هناك حلول حقيقية في سوريا وكان يعني ثمن هذه الحلول أو هذه المقاربات هو المادة أو الدفع فهو في تقديري من الجانب الخليجي سيكون أهوى للأشياء المطلوبة لأن الرؤية الخليجية حقيقة لكثير من الملفات وكثير من الأشياء بدأت تتحقق رويدا رويدا شيء آخر يعني هناك التزام أخلاقي أيا كان تكلفته سواء كان على الدفع لإنقاذ المواضيع الإنسانية في سوريا لفرض أمور مثل هذه عسكرية ونحن نعلم أن دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية قبل أشهر طويلة حقيقة وعندما كانت الظروف مواتية في تلك الفترة وقبل أن تتغير بعض المعطيات على الأرض فيما يتعلق بالوضع كان هناك حديث عن إرسال جنود سعوديون وهناك فرق وطيارون سعوديون وطائرة سعودية وصلت إلى الجانب التركي حقيقة كل هذه الأشياء في تقديري وأنا أريد أن أسوق إلى نقطة معينة وهي الدفع بأن المسار الخليجي والعربي السعودي في هذا المجال لديه التزام أخلاقي بنصرة هذه الثورة وبتحقيق آمالها وطموحاتها ويعني الحديث عن من يدفع ومن يمول هذا في تقديري لم يعلن عنه أحدا ولكن وإن كان هناك دفعا ويحقق آمال وطموحات السوريين في تقديري هناك من سيرحب بهذا نعم سعادة المستشار عذرني إذا كان السؤال بصيغة ربما لم تعجبك لكن هي بنود عريضة نود الحديث عنها بتفاصيل العفو يا أخي الكريم كل أسئلتك طيبة وأنا سعيد بظهوري معك ومع هذه القناة شكرا لك سعادة المستشار سيادة لواء الآن السؤال الأهاب من ذلك إذا كان هناك الآن المنطقة الآمنة في تركيا ربما تركيا منذ وقت ويتتحدث عن إقابة منطقة لديها هناك جنود على الأرض الآن درع الفراد تقوم بدعمهم هناك تنسيق تركي روسي ربما تركي أمريكي هذه من المنطقة لكن إذا ذهبنا المنطقة الجنوبية ودخول أردن فجأة إلى الأستانة والآن أصبح مراقب وأيضا معركة المنشي سيطر عليه الثوار قبل ساعتين كل هذه التدعيات العسكرية التي أصبحت بسرعة هل من المكمن أن نشهد منطقة آمنة الأردن من يقوم بتنفيذها بالمنطقة الجنوبية أم تستبعد ذلك تماما يعني الوضع في الجنوب أصعب وازداد صعوبة بعد أستانة وازداد صعوبة إضافية بعد معركة درع يعني تاريخيا الأردن وضع نفسه في مكان ما ما بين النظام والمعارضة ولم يقطع شعرة معاوية مع كل الطرفين وإن كان على مستوى التصريحات نعم الأردن قدم مساعدات لبعض الفصائل في فترات وكان هذه المساعدات بين مد وجزر عندما بدأ التدخل الروسي أصبح هناك نوع من التوافق الأردني الروسي أن لا يكون هناك حمل جوية مكثفة هكذا أنا أفسر أو أقرأ أن لا يكون هناك حمل جوية مكثفة على المناطق ريف درع الجنوبي لأنه سيزيد من مشاكل الأردن بسبب عمليات النزوة ولم نشهد تدخلا روسيا كما حدث في إدلب أو في حلب أو حتى في الغوطة الشرقية الآن بعد أن كانت أستنى واحد قيل وذكرت العديد من الوسائل الإعلام أن الأردن أصبح كظامن لقوات الجبهة الجنوبية أو ما يرفع بالجبهة الجنوبية وهي تقريبا 53 فصيل ثم تبدل الحديث ويقال أنه أصبح نوع من الجفوة وبالتالي نجد أن توقيت معركة درع حي المنشية جاء في وقت قاتل سواء للنظام أو للمنطقة الآمنة أو للأردن أو لروسيا لماذا؟ لأن بعض التقارير الميدانية أشارت بأن القوات التي شاركت نعم هي هيئة تحرير الشام حاليا وكانت فتح الشام وكانت النصرة سابقا ولكن انضم لها بعض الفصائل الكبيرة وانضم العديد من الفصائل الصغيرة ومن بقايا الجيش الحر والذين كانوا يعتبروا الأقرب إلى الأردن وأنهم يقعوا في ظل غرفة الموك ولكن الآن عندما يكون الحديث عن 23 فصيل يشارك في معركة درع هذا يعني أن الأردن فقط سيطرته على عدد كبير من الفصائل وأن هذه الفصائل يمكن أن تخلق مشكلة وبالتالي ترفض موضوع المنطقة الآمنة إذا لم يلبي أهدافها أو لم يلبي طموحات العسكرية وتصبح القدرة الأردنية الضاغطة أكثر أضعف مما كانت عليه سابقا البعد الآخر الآن عندما نتحدث عن المنطقة الشمالية نتحدث عن قوات تركية موجودة ليس عن قوات درع الفرات قوات درع الفرات لا يمكن لها أن تحرر الباب أو تحرر ما قبل الباب دون وجود قوات أرضية تركية وإسناد ناري وجوي وقوات خاصة تركية تسهل عملية العبور هل هذا الأمر قد يحدث من قبل الأردن من وجهة نظر عسكرية أقول لا لأن الأردن في غنى عن ذلك وإذا انزلق إلى هذا الأمر فالقدرات الأردنية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مقارنتها بالجانب التركي لأن الارتدادات في حال فشل هذا المشروع ستكون كارثية على الأمن الوطني الأردني لهذا السبب يجب على صانع القرار أن يلاحظ ذلك دكتور رضوان بالمقابل هل سنشهد أو ربما نشهد الآن انعطافة تركية يعني هل تركيا بعد فشل أستانا عن روسيا ذاهب الآن للتقرب من جديد لئة المتحدة الأمريكية عن طريق تنسيقها مع دول الغليج أم نستبعد ذلك يعني في البداية دعني أن أضيف هنا أنني أختلف مع سيادة اللواء لأنني أعتقد أن تحريك الجهة الجنوبية كان من مصلحة أردنية حقيقية الأردن لاحظت أن التركيز الكبير في الحديث عن المناطق الآمنة وإنما يأتي إلى الشمال وبالتالي تم إهمال معاناة الأردنية فيما يتعلق بالحدود السورية الأردنية والوضع في الجنوب السوري وبالتالي تم تحريك الجبهة الجنوبية على الأقل لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة يجب أن تعامل الجنوب تماما كما تعامل الشمال وبالتالي يجب أن يكون التفكير في المناطق الآمنة على المستويين الشمالي والجنوبي وهذا يتطلب طبعا مساعدات عسكرية ضخمة إلى الأردن ومساعدات إنسانية من أجل تطبيق المناطق الآمنة وبالتالي تحريك الجبهة أنا متيقن تماما أن الأردن بشكل أو بآخر خلف هذا الموضوع بالنسبة لإنعطاف سياسة تركية تركيا تقريبا أول دولة مسلمة تقريبا انضمت إلى الناتو منذ الخمسينات في عهد أتاتور لأنها تدرك تماما أن علاقتها الاستراتيجية البعيدة هي مع الولايات المتحدة ولكن ما شاهدت تركيا خلال سنوات أوباما تقريبا جفاء ومعادا تماما يعني تركيا تقول أن البيكيكي وأن قوات سوريا الديمقراطية هي تقريبا منظمات إرهابية الولايات المتحدة ترد بالعكس تماما وتدعمها عسكريا وبالتالي كان هناك توتر شديد في العلاقات الآن مع تغير الموقف الأمريكي تقريبا الولايات المتحدة تركيا تجد نفسها أنها بكل تأكيد أقرب إلى المنطق معنى الولايات المتحدة وخاصة في صراعها الذي هي بالنسبة لتركيا الآن يجب التخلص من نظام الأسد روسيا لا تقدم هذا الخيار وبالتالي تحالفت تكتيكيا من عجل القضاء على داعش وضمان مصالحها القريبة في عدم وجود أي سيطرة كردية لمناطق الشمال السوري لكن الآن ربما مع تغير الموقف في الولايات المتحدة ربما تستطيع الأخذ الولايات المتحدة إلى منطقة أبعد من خلال فرض المناطق الآمنة وهو النجاح في تغيير نظام الأسد وإنهاء الأزمة بشكل كلي نعم ماشي ساعات المستشار يعني الآن في الفترة الأخيرة فتر دور الخليجي نلاحظ كان واضح كان هناك بالنسبة مع الثورة السورية دور تركي حتى لو كان مع التنسيق الخليجي كان دور تركي سياسي وعسكري على الواجهة كان هناك تقارب روسي إيراني بشكل كبير الآن بعد الغضب إذن صح التعبير أو إن كان حقيقيا الأمريكي على إيران الآن نحن نعالج هذا الموضوع أو نقوم بتحليله والبحث في تفاصيله لكن لم نأتي على الدور الإيراني أو ما الذي من الممكن تقدمه روسيا لإيران ونحن نشهد بأنه الآن إيران تقوم بعمل حزام دمشق يعني إيران هي ليست غائبة عن الحداد أين هي المصرحة الخليجية مع هذه القرارات مقابل إيران يعني إذا فهمت سؤالك جيدا فالدور الإيراني هو موجود حقيقة نعم ولكن موجود بشكله السلبي حقيقة وهو هذه الإشارة التي يعني الآن الكل يجمع تقريبا والكل يسمي الأشياء باسمها في ما يحدث في سوريا بشكل خاص وفي العراق والدور الإيراني هو دور سلبي بالكامل وهذا كل الأراء الأمريكية الأوروبية واليوم استمعنا في مؤتمر ميونخ للأمن يعني وجهة نظر تركيا وزير الخارجية التركي تحدث عن يعني الدور السلبي المتصاعد لإيران في المنطقة ومحاولة يعني فرزها يعني طائفيا كل هذه الأدوار إيران لا يمكن في الحقيقة إنكار أنها موجودة في سوريا هي موجودة في الحقيقة وهي تتقاسم معها خاصة بعد أحداث أستانا وبعد إقرار أستانا وبعد الخطوتين الرئيسيتين فيه والتي تمهد لما يقال عنه أنه تثبيت لوقف إطلاق النار إيران موجودة لكن في المستقبل عندما تتغير هذه الإرادات إرادة النظر إلى الدور الحقيقي الذي تلعبه إيران في المنطقة وفي سوريا على وجه التحديد ربما يكون يتغير هذا الدور بتدريج خاصة إذا ما أعطينا بعض الوقت للإدارة الأمريكية وأصبحت هناك خطوط لتفاهم بين الإدارة الأمريكية وبين الروس نعم هدف إقامة المناطق الآمنة خليجيا هو نهاء الدور الإيراني تماما في سوريا وكيف سينعكس ذلك على الروس الداعمين للإيرانيين ونظام الأسد ما أفهمه أن الروس يريدون مكسبا معينا في سوريا وإذا تحقق هذا المكسب وفي تقديري أنهم بدأوا على إنجاز معظم هذا المطلب لا يمكنهم أن يضحوا ببعض مطالب إيران خاصة أن مسارا جديدا بدأ يتبلور أمريكيا روسيا ربما يكون أحدى الفرص التي تضيع ما بقي من مكاسب إيران أما ما تحدثت عنه في موضوع محاولة الدور الخليجي إقصاء الدور الإيراني في سوريا في حقيقة المطالبة الواضحة للجانب العربي وليس الخليجي فقط هو إقصاء وتقليم أضافر إيران ليس في سوريا فقط في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي كل المنطقة العربية هذا مطلب حقيقة أصبح مطلبا عربيا ولم يعد مطلبا سعوديا أو خليجيا هو أصبح مطلبا عربيا ومن الجميل حقيقة في هذه المرحلة وربما هذا ما يبعث على شيء من التفاؤل أن هناك تفاهما إقليميا ودوليا لدرجة الخطورة التي يقوم بها إيران ربما هذا ما جعلنا نرى شيء من الانحناء السياسية التي لمسناها اليوم في ميونخ من وزير الخارجية الإيراني لكن الأيام حقيقة مع تبلور في رأيي الشخصي مع تبلور خط معين أو محور معين ربما يجمع المسار الروسي الرؤية الروسية مع الرؤية الأمريكية وعندما يمارس الجانب الأمريكي دورا حقيقيا فاعلا على الأرض غير التصريحات ربما نشهد مواقف أخرى سيادة لواء الآن السؤال الأهم هل هذا القرار المناطق الآمنة هي تقوم بدور الطبيب يعالج هذا الحل أم دور صيدلاني ربما يعطي مسكنات لا أكثر من ذلك ترحيلها لو سمحت تعيدي السؤال لأن الخط في عليا تشويش واضح نعم سيادة لواء الآن تسمعني تفضل الحل إقامة مناطق آمنة هل هو دور طبيب يعالج الحل الكامل في سوريا أم هو فقط مسكن لا أكثر من ذلك ولا أقل لفترة قادمة لمرحلة سياسية قادمة يعني لو سمحت لي بس قبل أن أجيبك مباشرة بس عودة على حديث ضيفك من واشنطن فضل هناك عدة مؤشرات تفيد أن الأردن يعني التوجه العام الأردني قد أكون أصبت أو اتجاه تحليلي كان يصب في اتجاه الوضع الأردني لماذا؟ هناك مؤشرات كثيرة سأتوقف عن ثلاثة فقط المؤشر الأول إعلان الحدود الأردنية السورية حدود مغلقة بعد حادث الرقبان الحديث الآخر الموجه من رئيس الأركان في عبر مقابلته مع البي بي سي مع البي بي سي عندما قال المعابر لن تفتح ما لم يكن هناك سلطة رسمية في الطرف المقابل أي بمعنى آخر قوات النظام البعد الآخر الأردن عندما تم استدعاؤه ولو بدور المراقب أعتقد أنه تم استدعاؤه لأنه اعتبر كقوة ضامنة إضافة إلى الدول الثلاثة الضامنة أو هو يضمن امتثال الجبهة الجنوبية للتعليمات الصادرة من عمان كيف يمكن له أن يحرك الجبهة ويذهب لتثبيت وقف إطلاق النار هذا فقط كرد على ضيفك من واشنطن أو توضيع طيب الآن المناطق الآمنة هي حل حل فقط مسكنات تأخذ ببعدها الإنساني لتخفيف المعاناة ريثما يتم حل المشكلة السورية أما هي ليست بالشفاء الناجح إنما هي أنت تعالج مريض السرطان على رأي بشار الجعفري بالأسبرين نعم نعم شكرا لك سيدة اللواء الدكتور فايز لدويري الخبيل العسكري وستراتيجي ضيفة من العاصمة الأردنية عمان شكرا لك سيدة المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ضيفة من الرياض دكتور ردوان زيادة مدير المركز السوري درساء السياسية وستراتيجي أرجو أن تبقى معي للحديث في المحور الثاني اشتركوا في القناة